هذه هي المكونات دائما نفس الكوب لنفس الوصفة بذور الكتان كوب وسمسم كوب ودقيق الحمص كوب وماء ساخن جدا واحد كوب ايضا نفس الكوب لنفس الوصفة نطحن بذور الكتان والسمسم سنتحدث عن كل التفاصيل وهل هذا مناسب لحمية الكيتو دايت ام لا سنتحدث عن كل التفاصيل هذه هي المكونات بليجرام حاوضع جميع المكونات ايضا على الشاشة نطحن بذور السمسم والكتان وبنوضع دقيق الحمص وبنحرك المكونات ونوضع كوب الماء الساخن وبنحرك المكونات جيد سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الى التقاط صورة للمكونات هيك احنا دخلنا كل المكونات في بعض معلقة كبيرة خميرة 15 جرام قليل من الملح حسب سوقكم والسبب اني لم اوضع الخميرة منذ البداية ما يفيد وضع الخميرة مع ماء شديد السخونة البكتيريا تموت الموجودة بالخميرة المكونات تمتص الحرارة يجب وضع الخميرة والعجين دافئ يمكن وضع قليل من الماء اذا لزم الامر يعني تقريبا معلقة حسب الحاجة يعني نكون ناقص من الكوب قليل الزيادة يعني اذا احتجنا بنوضع قليل من الماء الدافئ هيك اصبحت جاهزة بنوضعها على ورق الزبدة وبنفردها ممكن نوضع ماء نوضع بايدنا قليل من الماء حتى ما تلزق بالايد ممكن نشكلها مثل ما احنا بنحب المربعات نقسمها على 16 مربع على اكتر اقل حسب زوجكم نوضع قليل من الماء بايدنا من شان ما تلزق معنا بنوضعها بالصونية بالصونية نوضع قليل من السمسم بنترك العجنة حتى يضعها في حجمها حسب حرارة المطبخ هذه المكونات اذا كنتم بحاجة الاتقاط صورة للمكونات هيك بنشغل الفرن مسبقان من الاعلى والاسفل 200 درجة مئوية بعد التخمير نوضعها بالرف الاوسط المدة يجب مراقبتها حسب نوع الفرن هيك اصبحت جاهزة يفضل نتركها حتى تبرد تماما لكل قطعة 108 سعر حرارية كربوهدرات 4.3 بروتين 4.5 دهون 8 جزء كبير من كربوهدرات هو من الالياف لذلك هي مناسبة جدا للكيتو دايت ولا مرضى السكر ايضا ولا ضغط الدم بلاحظة دايما يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة وكل الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي والوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص شايفين كيف من الداخل كتير هو روعة اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم كتير بهمني في امان الله شكرا كتير لكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك ما السلام